لا يبدو أنها مجرد موجة احتجاجات عابرة هذا هو ما فهمه النظام الإيراني وأخيرا بعد مرور نحو أسبوع على اندلاع الاحتجاجات في معظم أنحاء البلاد انطلاقا من مدينة مشهد لتمتشر فيما بعد كالنار في الهشيم بل وتصل إلى قم لتزلزل عرش نظام الملالي وبينما يرى المراقبون للأوضاع من أن هذه التظاهرات تتحول يوما بعد آخر إلى ثورة ضد النظام الحاكم ابتداء بالمرشد الأعلى خامنئي وصولا إلى روحاني الذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي انفراجة اقتصادية في البلاد وتحقيق وعوده الانتخابية كما لا يزال النظام غارقا حتى أذنيه في مستنقع الإرهاب والطائفية الذي أوصل الأمور داخليا إلى هذه المحطة ولليوم الخامس على التوالي توصلت الاحتجاجات في معظم مدن ومحافظات إيران بعد أن اكتسبت زخما جديدا بانضمام أقليات عرقية كالبلوش والأحواز والأكراد للمتظاهرين لتتسع رقعة التظاهرات المناهضة للسياسات الإيرانية في المنطقة وتدقلها في شؤون دول الجوار إضافة إلى الأفضاع المعيشية السيئة وتفشي الفقر والبطالة والفساد في أرجاء البلاد فيما يواصر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الدعوة لمواصلة التظاهرات التي شهدت تصعيدا جديدا مع محاولة المحتجين اقتحام مراكز للشرطة وقواعد عسكرية أغلقت السلطات موقعي تليجرام وانستجرام في انتهاك جديد لحقوق الشعب الإيراني ومحاولة وقف الاحتجاجات وكالات الأنباء الإيرانية نقلت عن برلماني خبر مقتل شخصين في الاحتجاجات في بلدة تويسركان جنوب غرب البلاد ليرتفع بذلك عدد القتل إلى 12 شخصا حسب بيانات التلفزيون الإيراني فيما أعلنت السلطات اعتقال أكثر من 370 شخصا خلال الأيام الأربعة الماضية بينما يقول ناشطون إن عدد المعتقلين الحقيقي يفوق بكثير ما أعلنه النظام رسميا وكان الرئيس الأمريكي قد غرد مؤخرا في رد على الأحداث الدائرة في إيران مؤكدا أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وأن الشعب الإيراني سيواجه خياراته يوما ما وأن واشنطن تراقب الوضع عن كثب لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان أما زعيمة المعارضة الإيرانية مريم راجوي فقد اعتبرت أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن إسقاط نظام الذي وصفته بالإرهابي وقالت راجوي في تغريدات لها على موقع تويتر إن إنزال صور خامنئي في أرجاء البلاد يعكس الإرادة الراسخة للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب فيما يطالب ناشطون أهالي المدن والقرى باستمرار التظاهرات الحاشدة ضد نظام الملال الفاسد الذي نهب أموال الشعب وترك نصف تعداده تحت خط الفقر والعوز